اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بيوفرون نسخ محسنة او خاصة للالعاب لجهاز بلاي ستشن 5 لاي لاعب يقوم بشراء نفس اللعبة على جهاز بلاي ستشن 4 بما معنى خلنا نفترض انك اشتريت لعبة سايبر بنك على جهاز بلاي ستشن 4 ستحصل على نسخة محسنة منها لجهاز بلاي ستشن 5 بدون ما تدفع اي تكاليف اضافية مع ذلك ذكر هذا المصدر ان سوني تركت الموضوع بيد الشركات والناشرين وانها متفاهمة تماما للتكاليف اللي ممكن تنصرف على تطوير نسخة افضل لجهاز بلاي ستشن 4 ولهذا بعض الالعاب ما بتكون فيها هذه الخاصية سوني تعلن عن عودة بطولات بلاي ستشن 4 مجددا مع سبع العاب تقدر تتنافس فيها ببطولات اسبوعية عبر الشبكة وهذه الالعاب تشمل Call of Duty Modern Warfare و FIFA 20 و Mortal Kombat 11 و Warface و NBA 2K20 و Soul Calibur 6 واخيرا بلاي سبلو كروستاك باتل وايضا فيه جوائز حصرية لللي يشاركون في هذه البطولات من ضمنها افاتارز وثيمز مميزة انتبهت مؤخرا ان ايبك ستور صاروا يوفرون لعبة مجانية ضخمة للتجربة بشكل مؤقت الى جانب الالعاب المجانية الاخرى اللي يوفرونها كل شهر الاسبوع اللي فات كانوا موفرين Civilization الاخيرة ولهذا تابعهم بشكل دوري تكتر تلعب اللعبة هذه لمدة اسبوع كامل الى الخميس اللي بعده وبعدها تنسحب منك اللعبة وتحصل على لعبة ثانية لعبة Ghost of Tsushima تتطلب ما بين 30 الى 50 ساعة لانهائها بشكل كامل حسب المخرج الابداعي للعبة خصومات ضخمة جدا لكافة مشتركين بلاي سيشن بلس الى جانب توفر لعبة Call of Duty World War 2 لمشتركين الخدمة والعاب شهر يونيو تضم Gravity Rush 2 و Wonder Boy The Dragon's Trap وتوفر لعبة Far Cry 5 لمستخدمين يو بلاي للتجربة الكاملة لمدة 3 ايام ابتداء من 29 الى 31 مايو ستوديو نيذر ريلم مطور Mortal Kombat وايضا انجستس يعمل على مشاريع اخرى غير معلنة لالعاب ما لها علاقة باللعبتين المذكورة سلفا تزايد التقارير حول امكانية اعلام مشروع جديد من جانب Gravity Entertainment في اي فترة قريبة مطور Streets of Rage 4 يعمل على ثلاث مشاريع اخرى جديدة والاعلان عن السيزن الخامس والاخير من تحديثات لعبة Street Fighter 5 واللي يضم خمس شخصيات اخرى وبصراحة يعتبر توجه لعاب القتال مخيف حاليا لو فكرت فيها لان اتخيل ان عدد شخصيات Street Fighter 5 الاساسية كان 16 شخصية عند اصدار اللعبة لكن تم اضافة 29 شخصية بعد ذلك في DLC مدفوع يعني وتاريخ اصدار لعبة كابتنت سوبسا بيكون في 28 مشارة غسطس القادم الى جانب ان لعبة فولرانت ستصدر بشكل رسمي في 2 يونيو القادم والان خلنا ننتقل الى اشاعات هذا الاسبوع وعدنا واحدة من اهم الاشاعات تتعلق بعدد من التقارير اللي ظهرت مؤخرا عن رغبة شركة سوني واخيرا في القيام بمؤتمر صحفي لاستعراض جهاز PlayStation 5 بشكل رسمي وحسى بهذه الاشاعات يقال بان شركة سوني ترغب بالكشف عن الجهاز بتاريخ 3 يونيو القادم والسبب في تأخر الشركة يرجع الى رغبة شركة سوني بتجهيز مؤتمر ضخم جدا وغير معد او مسجل مسبقا يعني المؤتمر هذا المفترض ان يكون مباشر حسب الاشاعات يعني بس فيه تقارير اخرى ايضا تقول بان الكشف عن الجهاز بيكون في نفس التاريخ ولكن هذه التقارير ايضا تقول بان هذا المؤتمر بيكون مسجل يحتوي على القليل من التفاصيل الرئيسية عن الجهاز لا اكثر وعلى كل حال ننتظر ونشوف المزيد من التفاصيل في الايام القادمة ولكن الى ما تبقى من الاشاعات بعدنا استمرار الاشاعات المتعلقة بستوديو بلو بوينت جيمز وهذه المرة مع اشاعة عن عمله على ريميك للعبة جاكن ديكستر للجيل القادم ويقال بان لعبة سبادرمان ستتوفر لمستخدمين بلاي ستيشن بلس على الشهر واخيرا عودت الاشاعات حول وجود جزء جديد من سالنت هل بعد اعلان شخصية برامد هيد للعبة ديد باي دي لايت وهذا الاسبوع ننصحكم بمتابعة قناة اوجك واللي تنزل مواضيع نقاشية مختلفة عن مجال العاب الى جانب مواضيع تاريخية وتستحق الدعم وهذا اللي كان عندنا في ملخص اخبار هذا الاسبوع فيعطيكم العافية ونراكم على الخير في فيديو ثاني في امان الله اشتركوا في القناة